بحضور سعادة السيد أيمان بن توفيق المؤيد وزيري شؤون الشباب ورياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل شهد البرنامج الواقعي بيبان والمخصص لرواد الأعمال في البحرين انطلاق المرحلة الأولى من معسكره التدريبي المكتب نعم هذا البرنامج هو من ضمن مشاريع الأمل حيث استضاف في افتتاحه عددا من رواد الأعمال الذين تم قبولهم للمشاركة في البرنامج بمرحلته الأولى بهدف دعمهم من خلال عدد من الجلسات التخصصية مشاريع الأمل تستمر ببث الأمل في نفوس أصحاب الأعمال والمشاريع من خلال برنامج بيبان الذي انطلق في موسمه الثاني ليحضن المبدعين في مجالاتهم المختلفة بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل انطلق المعسكر التدريبي للبرنامج والذي يتكون من مرحلتين الأولى لمدة أسبوعين سيقوم فيها رواد الأعمال بحضور جلسات تخصصية في ريادة الأعمال بهدف دعمهم في تطوير مشاريعهم كما سيلتقون ببعض المشاركين في الموسم الأول من البرنامج لاكتساب بعض من خبراتهم القيمة طبعا نحن نطلع للموسم القادم من بيبان عندنا عدد كبير من الشباب اللي يسجلوا لتقديم برامجهم تقديم فعالياتهم وأيضا تقديم طبعا مشاريعهم في هذا البرنامج فالفكرة هي دائما كانت وما زالت اكتشاف وسقل وإبراز المهارات الشبابية هذا المعسكر التدريبي المتخصص يتماشى مع مهمة مشاريع الأمل المتمثلة في تزويد رواد الأعمال الوعيدين بفرصة الوصول للمستثمرين والحصول على الأدوات والمواد اللازمة لتنمية أعمالهم على نطاق دولي حيث وصل صدى الموسم الأول من البرنامج إلى العالم حاملا إبداع الشباب البحريني إلى العالمية ومؤكدا تمكين الشباب في المملكة باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن ما شاء الله المشاركين فاقوا تصوراتي وإن شاء الله نكون جزء من نجاح هذا البرنامج المرة الثانية واستعدين طبعا استعداد طبعا ارتباكنا موجود من أول يوم من اليوم وإن شاء الله نعدي هذه المرحلة من نجاح بإذن الله وتوفيق حق الكل إن شاء الله الفرصة الذهبية لكل المشاريع البحرينية لأن فكرة المشروع راح تدعم المشاريع والفكرتها الأساسية أنه بيكون في سقل حق المشاريع وبعد انتهاء المرحلة الأولى التي تأهل لها مئة رائد عمل سيتم اختيار خمسين منهم للمرحلة الثانية من المعسكر التدريبي في منتصف شهر يوليو القادم وسيوصل رواد الأعمال سيرهم نحو المعرفة التخصصية التي ستمكنهم من عرض مشاريعهم الواعدة أمام لجنة من نقبة المستثمرين الإقليميين لنقل مشاريعهم وأفكارهم الإبداعية إلى مستوى أعلى برنامج بيباني انطلق في الموسم الثاني بطابع الرياضي ليعطي فرصة لأصحاب المشاريع لعرض مشاريعهم على مجموعة من المستثمرين للاستثمار فيها وبشكل فوري وعرضها بطريقة قيمة ومنافسة في السوق شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر